وفي هذه الأيام أسر إخواننا في المقاومة الإسلامية بحماس الجهد الإسلامي وغير ذلك من المسميات المسلمة في غزة أسروا جمع من اليهود نعم أي نعم فكانوا يطعمونهم مع قلة الطعام صحيح ويسقونهم مع قلة وجود الماء العزب لا وفاكهة مما تخيرون يقدمون لهم الفاكهة وهم لا يجدونه فيؤثرونهم على أنفسهم مع أنهم كفار ويهود والأعزب من ذلك أن بعضهم مرضى فأحضروا له أطباء متخصصين وقاموا بعلاجه وأحضروا له الدواء صحيح أحضروا له الدواء فامرأة من اليهوديات تأثرت تأثرا عجيبا جدا العمال إحنا من قتلكوا ليه ومحتلين أرضكوا ليه هذه صارت أسئلة في نفسها تأثرت بأخلاق الإسلام تأثرت بأخلاق الإسلام وإخواننا في المقاومة في غزة يتأسون بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قد كان لكم في رسول الله ويقتدون بصحابة النبي رضوان الله عليه رضوان الله تعالى عليهم لأن ربنا جل جلال وصفهم في كتابه فقال أشداء على الكفاء رحماء بينهم ربنا أقل أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين ربنا عز وجل قال رضي الله عنهم ورضو عنهم اللهم ارضى عننا يا رب كما رضيت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتأثروا جدا فلما أتى وقت استبدال الأسرة وفك أسرة هؤلاء بعض من اليهود في المرة الأولى وهي المرة التي حدثت الثانية لسلام تأتي أيها الإعلام المرء والمسموع والمقروء أتى يلاقي يسوي حديث مع هؤلاء الأسرة فمن ضمنهم امرأة قالت هؤلاء قالت هؤلاء الجنرالات الجنرالات يعني هؤلاء هم جنود بس الجنرال يعني فهي تريد أن تعظمهم وأن تفخمهم وهم أهلا للتعظيم والتفخيم لا شك لأن لسان حالهم يقول الله غايتنا والقرآن كتابنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أحلى أماننا فقوم يقولون بلسان حالهم وقالهم قل إن صلاتي ونسقي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذاك أمرت أن أعوى المسلمين جدير بهم أن يدعى لهم فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسن وصفاتك العلا أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين المباركة اللهم نصر المجاهدين في غزة العزة اللهم تقبل موتاهم شهداء اللهم داوي مرضاهم اللهم شافي جرحاهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اسكع عاطشهم اللهم اكسعاريهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم أمدهم بمدد من عندك اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم احصدهم عددا وهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا ولا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم للخلق عبرة وآية وسكنوا الرعب والفزع والقلق والاضطراب في قلوبهم اللهم أرنا فيهم هزيمة منكرة وزدهم خلافا على خلافهم وزدهم فرقة على فرقتهم واجعل أمرهم شتاتا شتاتا فأنت واجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين وادفع الفتنة عن إخواننا في ليبيا والسودان واجمعهم على أتقى قلب رجل واحد اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين فبارك الله في عمرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا أن هناك في الجهاد فرض عين وأن هناك فرض كفاية وأن الجهاد لا يكون فرض عين إلا إذا احتلت بلد من بلاد المسلمين ولو كان شيء برد أو إذا استنفر إمام المسلمين واحدا بعينه أو جماعة بعينها أي نعم إذا احتل بلد من بلاد المسلمين أو إذا استنفر أو إذا لاقى المسلم الكافر في صف القتال حينئذ يكون الجهاد فرض عين فرض عين نعم حينئذ يقول الجهاد فرض عين نعم أيها بارك الله فيك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيه الثمن إن لهم الجنة الله نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نعم نسأل الله الجنة يا رب نسأل الله الجنة يا رب نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من النار وما اقرب إليها من قول الله فبارك الله في عمرك عرفنا أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع عرفنا أن الجهاد فيه فرض عين وفيه فرض كفاية وعرفنا أن الكفار أربعة أنواع ذمي مستأمن ومعاهد وكافر محارب وعرفنا أن السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لنجد هذه الجهاد طلب فأتوا بهذا الرجال وربطوه في سرية من سواري المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة نعم يعني ماذا عندك يا ثمامة يعني ماذا تظن أني فاعل بك وأنت كنت تريد قتلي وأنت الآن بين يدي وتحت امرتي ومربوط عندنا نعم قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل زا دم يعني إن قتلتني فيحق لك أن تقتلني أي نعم وإن أنعمت علي أنعمت على شاكت نعم يعني يبقى جميلك في رقبتي لا أنساه طيلة حياتي نعم وإن كنت تريد مالا سل منه ما شيء تعطيناك إياه رجل ملك نعم عنده أموال كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الملاطفة وتلك المداعبة تركه وانطلق ثم والصحابة يطعمونه ويسقونه ويكرمونه أتى في اليوم الثاني فنفس السؤال فأجاب بنفس الإجابة في اليوم الثالث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال قلت لك يا محمد عندي خير إن تقتل تقتل زا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد ما لمس منه ما شيء تعطيناك إياه فأصدر فرمان النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمر صلى الله عليه وسلم قال فكوا ثمامة وأطلقوا أسرة أو كما قال عليه وسلم عفى عنه بدون مال وبدون مبادلة أسرة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارة لأن إمام المسلمين مخير بين القتل قتل مين قتل الكفار الذين أسروا كما قتل سبعمائة في بني قريضة وحكم في ذلك سعد بحكم الله نعم أو بارك الله فيك إما القتل وإما تبادل الأسرة وإما أسرة نعم خدتها زي فهذا حدث لبني المصطلق نعم أي نعم وإما المبادلة كما حدث في بدر أو بالفداء بالفداء نعم أو المن كما حدث لابن أبي ربيع ابن أبي العاص ابن ربيع زوج بنته نعم وثمامة ابن أثل هذا نعم فأطلق ثمامة بيوجه فثمامة نظر خارج المسجد فوجد نخيلا وفي العبين نخيل ماء فاختسل نعم وآتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر طب ولماذا لم تسلم أنت عندنا قال لا حتى لا يقول أنني أسلمت خوفا من السيف ولكني وجهت وجهي للذي فطر السمعات ولكن أنا كنت أريد العمرة الله والمشرك بيعتمر أي وكان يحق ويعتمر أما سمعت لا يحق بعد العام عريان نعم لا يحق بعد العام مشرك لا يحق بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان نعم اينها فماذا أنت بأي شيء تأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب إلى العمرة أو كما قال عليه وسلم فلما وصل إلى العمرة خبره قد طار إلى مكة قالوا أصبوت تتركت دينك قال ما صبوت ولكني اتبعت محمده صلى الله عليه وسلم فرفع مشرك من المشركين سهمه يريد أن يصيبه به فقال له آخر أنت تعرف ماذا تريد أن تفعل هذا سيد أهل اليمامة سيد أهل اليمامة فقال ثمامة ابن مثال والله لن تصلكم حبة قمح حتى حبة حنطة عن قمح حتى يأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم وهذه المقاطعة الاقتصادية إذن المقاطعة لأن ليست مقاطعة حديثة لكن سأخذ بها ثمامة ولما حدث ما حدث في الدنمارك وتطاولوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والدول المسلمة بفضل الله قاطعوهم ضرب اقتصادهم واعتذروا واعتذروا ووعدوا أن لا يعود الأمر فيفهم من هذه أن المقاطعة الاقتصادية لها ثمارها وحتى في الوقت الحالي لها ثمارة عجيبة جداً في مسألة مقاطعة اليهود منتقات اليهود فذهب إلى العمر برك الله فيك واعتمر آي نعم وفعلاً منع الحمطة للقمح حتى أبو سفيان قال يا محمد أناشدك الرحم صلى الله عليه وسلم خطر زي أعمر ثمامة ابن أثال أن يرسل لينا البر فأمره النبي صلى الله فأرسل عليهم البر والآن اليهود يقتلون النساء ويقتلون الصبيان ويقتلون الشيوخ ويقصفون البيوتات وقرابة مئة وستين مسجد خطر زي هدموا وثلاثين مستشفى وحوالي اثنين وخمسين مركز صحي إلى غير ذلك صحيح قصفوهم ثم نقول بعد ذلك حقوق الإنسان وحقوق الحيوان أين الحقوق وأهل غزة قد جاعوا وعطشوا صحيح وثاروا عري فأين حقوق الإنسان وأين حقوق الحيوان وأهل المقاومة من المجاهدين الموحدين السنيين الطيبين يطعمونهم ويسكونهم ويعالجونهم إذن ربط في هذه الخطبة تنبيه أهل التجام بمسجون أحب السجان بموقف الصحابة مع ثمامة بن أثال وكيف تأثره بأخلاق الإسلام وما حدث أيضا في المقاومة في فلسطين وما فعلوه مع الأسرى اليهود أحسن ثمامة المسجون أحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اللهم سجنوه صحيح وكذلك اليهود الأسرى أحب أهل المقاومة لحسن معاملتي مقتدئين نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم حقيقة نورتنا وشرفتنا وازدانت الرحمة ليلة بوجود أحسن الله إليكم بارك الله فيكم وزادكم الله علما أحسن الله أحسن الله